بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق رسول الله وأن يؤدبنا بأدبه اللهم آمين نهارده إن شاء الله هنعيش مع خلق جديد من أخلاق الإسلام ومن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم ألا وهو خلق الاستقامة وكما قال العلماء الاستقامة خير وأحب إلى الله من ألف كرامة الاستقامة أن تطلب الهداية والطريق القويم من الله الاستقامة إنك تؤول في خشوع وخضوع وبدعاء اهدنا الصراط المستقيم أنا بنقول في كل صلة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أن تطلب من الله أن يهديك إلى الطريق القويم الذي لع وجاج فيه أن تمتفل أمر الله أن تجتنب نهي الله أن تتبع رسول الله ألا تروغ روغان الثعالب أن تضع نصب عينيك أن الله يطلع عليك وينظر إليك ويشهد عليك لو وضعت نصب عينيك هذه الكلمات الثلاث ربنا مطلع عليك وناظر إليه وشاهد عليك فلن أتجرأ على معصيته أبدا وحضرتك لو وضعت نصب عينيك هذه الكلمات فلن تتجرأ على معصية الله أبدا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أنا عايزك تقول لي وصية يا سيدنا النبي ما اسألش حد بعدك عن هذه الوصية قال صلى الله عليه وسلم له قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم الاستقامة خير وأحب إلى الله من ألف كرامة الاستقامة تجعلك في أعلى عليين الاستقامة تجعلك مع سيد النبيين الاستقامة تكون سبب في أن يرزقك الله حسن الخاتمة هنبين الكلام ده كله إيه الأسباب اللي بتخليني أبقى من أهل الاستقامة وإيه هي ثمرات وفوائد الاستقامة الأول الاستقامة في القرآن الكريم ربنا يقول في القرآن الكريم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الأمر هنا في هذه الآية لكل عباد الله المؤمنين فاستقيموا إليه واستغفروه وبعدين ربنا يقول لسيدنا النبي في آية ثانية مخاطباً النبي خاصة فاستقم كما أمرت يبقى في خصوصية للنبي وبعدين بقية المؤمنين ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير لذلك أحد الصالحين والرواة دي أوردها الإمام القرطبي بقول إن واحد من الصالحين قرأ هذه الآية وانشغل بها فسأل سيدنا النبي في المنام بقول له يا رسول الله أنت قلت شيبتني هود ما الذي شيبك منها يا رسول الله هل شيبك في صورة هود قصص الأنبياء وهلاك الأمم من قبلك فقال صلى الله عليه وسلم لا وإنما شيبتني الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وكان الشيب في رأس سيدنا النبي وفي لحياته لا يزيد عن عشرين شعر بيضاء شيبتني هود وأخواتها يقصد المرسلات والصور التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة آيات أخرى في القرآن تناولت الحديث عن الاستقامة أن نتعرض لها ولكن بعد الفاصل خليكم معانا أصلوا على الحبيب